بمجرد ما إيران وجهت حوالي 200 صاروخ في العمق الإسرائيلي فجئنا بأن الكثير من اللجانة الإلكترونية العربية بتسخر وتتهكم من الضربة الإيرانية بزعم أن هي عبارة عن مصرحية وأنها لم تصب ثمة مكان أو أي شيء بسوء في ذات الوقت اللي احنا فجئنا فيه بأن بمجرد ما إسرائيل وجهت ضربة الإيران عبر مجموعة من الطيران بتوحها فجئنا بأن الكثيرين أيضا بيهاجموا دولة إيران بزعم أن إيران ما عملتش أي نوع من رد الفعل بالمرة وأن الطيران الإسرائيلي ضرب العمق الإيراني بقوة وإيران رفضت أن هي توجه ثمة ضربة للطيران الإسرائيلي يعني في كل الأحوال إيران ملامة على الرغم من أن الضربة اللي وجهتها دولة إيران بمئتين صاروخ في العمق الإسرائيلي أوجعت إسرائيل بطريقة كبيرة جدا إلى درجة أن إسرائيل قررت أن هي تنتقم من إيران لكن الغريب جدا أن الانتقام الإسرائيلي من إيران فجئنا بأن هو وبعده مباشرة كان في الكثير من البيانات الإسرائيلية أن الضربة الإسرائيلية كانت قوية جدا إلى درجة أن هي شلت إيران على كل المستويات وأن إيران لن تقوم لها قائمة بالمرة بعدها خلال الأيام الأخيرة ديت بدأت إيران تكشف السطار عن مفاجآت غير عادية إلى درجة أنها وبالأمس أعلنت عن مفاجأة صادمة للطرف الإسرائيلي في ذات الوقت اللي أعلنت فيه المعركة في مواجهة دولة ألمانيا في ذات الوقت اللي بدأت تقترب من المنطقة العربية بشكل ملحوظ جدا خلونا نتوقف خلال الحلقة دية أمام الملف الإيراني لكن قبلها شير ولايك للفيديو ده وكومنتك الجميل واللي ما اشتركش في قناة مصر بسرعة يشترك يضغط على زر الجرس يختار أمر الكل لضمان وصول كل الإشعارات لا أنا أحمد عبدالعادي وانت من حقك تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم الطبيعي أن إيران بتلام في كل المواقف اللجانة الإلكترونية هي هي نفس اللجانة الإلكترونية التي سخرت من الصواريخ الإيرانية التي تم توجهها للعمق الإسرائيلي هي نفس اللجانة الإلكترونية التي سخرت أيضا من إيران وهي في مواجهة الطيران الإسرائيلي والضربة بتاعته ليه؟ لأن نفس اللجانة الإلكترونية ديت بتحاول تقلل من قيمة إيران وتحاول بقدر الإمكان أن هي تخوف الشعوب العربية من دولة إيران لكن طبعا الأحداث الأخيرة أثبتت من بنادع مجانا للشك أن كل التحليلات بتاعة قناة مصر طلعت مضبوطة لما احنا أكدنا في مئات الحلقات السابقة أن القوة الإيرانية تعتبر بمثابة إضافة للقوة العربية والقوة العربية تعتبر أيضا إضافة للقوة الإيرانية في أعقاب الضربة التي تم توجهها من قبل إسرائيل لإيران ردا على المتين صاروخ اللي وجهتهم إيران للعمق الإسرائيلي وجئنا بأن هناك احتفالات غير عادية من قبل الإعلام العبري أن خلاص إسرائيل قضت على الدفاع الجوي الإيراني تماما لدرجة أن هي ضربت كل مصانع الصواريخ بتاعتها وأن إيران أصيبت بشلل كامل لدرجة أن احنا شفنا بالأمس انطلاقا من أو استمرارا للإسطوانة دية وجئنا بأن وزير الدفاع الإسرائيلي وقاف جلانت هنأ الطيارين الإسرائيليين يعني شفتوا الضربة من عدة أيام لازالوا حتى اللحظة الراهنة بيقدموا التهاني لبعضيهم هنأ الطيارين الإسرائيليين على إلحاق ضرر بقدرات إيران الإنتاجية خلال الضربات الجوية ردا على الهجوم الإيراني بوابل من الصواريخ على إسرائيل في الأول من شهر أكتوبر الماضي وقال جلانت تم تحديد إمدادتهم الآن وهذا بدوره سيؤثر على ما يضعونه في اعتبارهم لقد ضعفت قدرتهم الهجومية والدفاعية للأبد الكلام ده قاله بالأمس طيب الحقيقة فين ساعدتك؟ الحقيقة ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراجي في تصريحات صحفية بعد جلسة مجلس الوزراء الإيراني قال إن الطائرات الإسرائيلية وجهت ضربتها عبر ممر وفرته لها الولايات المتحدة الأمريكية يعني ما دخلتش في العمق الإيراني مساعد قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الأميرال حبيب الله سياري قال إن طيارات النظام الصهيوني رغم تقدمها لم تستطع اختراق أي من حدود إيران يعني كل الاستوانات اللي بيتغنوا بيها ديت ملهاش علاقة بالواقع بالمرة وقال إن الطائرات الإسرائيلية بدأت تطلق الصواريخ بتاعتها على بعد يقارب مئة كيلو من الحدود الإيرانية يعني حتى ما قدروش يقربوا من حدود إيران لأنه هم عارفين كويس جدا إن الدفاع الجو الإيراني قوي للغاية وبالتالي هيطلهم إنما الضربات الإسرائيلية جت لإيران مش جوه العمق الإيراني زي ما هم أعلانوا تجي على بعد حوالي مئة كيلو متر بالزبط من حدود إيران عن طريق الأماكن اللي بتسيطر عليها أمريكا جوه دولة العراق تفتكروا حضراتكم عباس عرائج وزير الخارجية الإيراني لف على المنطقة العربية كلها قال لهم بالحرف الواحد يرجى حفاظا على العلاقات وأطر التعاون المشتركة ما بين الطرفين يرجى أي دولة ما تسمحش بأن هي تفتح المجال الجو بتاعها للطيران الإسرائيلي لأن إحنا هنعتبر أن أي دولة عربية تفتح مجالها الجو للطيران الإسرائيلي عشان يوجه لنا ضربة إحنا هنعتبر الدولة دي أساسا مشتركة في الهجوم الإسرائيلي وبالتالي يحقلنا الرد الدول العربية تفهمت وقفة موقف زاكي فاللي حصل أن مساعد قائد الجيش الإيراني بيقول أن الطيرات الإسرائيلية بدأت تطلق صواريخها على بعد يقارب 100 كيلو من الحدود في سماء تخضع لسيطرة الأمريكيين في إشارة طبعا للمناطق المحتلة من دولة العراق وأكد أن الدفاعات الجوية لإيران دمرت عدد كبير جدا بفضل جهود أفراد الدفاع الجوي في الجيش والحرس الثوري بينما أصاب عدد قليل منها بعض المواقع يعني الخسارة مش فادحة زي ما اللي جان الناطقة باللغة العربية على السوشيال ميديا قالت وزي ما الإعلام العبري قال ووجه رسالة للإسرائيليين وقال أن استقدام هذا العدد من الطائرات المتقدمة لا يعني أبدا أن هي تستطيع اختراق حدودنا الجوية أنتوا جايبين طيران متقدم جدا ومتخيلين أن كنتوا هتخترقوا الحدود بتاعتنا الكلام ده عمرنا ما هنسمح به ورأى أن العديد من الدول الغربية على رأسها أمريكا أتت لمساعدة إسرائيل وتحقيق عملية عسكرية نجحة لكنهم أخطأوا وفشلوا يعني سيادته ما قدرش يخترق الحدود الإيرانية زي ما اللي جان الإلكترونية وبعض الكتاب العرب الموجهين سلفاً زي ما احنا شفنا في المقالات بتاعتهم إزاي أني إيران؟ إزاي الطيران يضرب في العمق الإيراني؟ ومع ذلك كل الطيران يرجع سليم ما هو سيادتك أساساً ما اخترقش العمق الإيراني؟ أو لما حاول أنه هو يضرب في العمق الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت له ومن ثم الطبيعي أن الطيران الإسرائيلي كله يرجع طبعاً الطيران الإسرائيلي رجع بربطة المعلم في ذات الوقت اللي احنا فجئنا فيه بأن هناك الكثير من المقالات العربية الموجهة بتهاجم دولة إيران وبتصخر منها وبتتهكم شوف أخواننا قالوا إيه؟ عاملين أنه هما أخوية تقدروا تقنعونا بناء على أي أساس الطيران الإسرائيلي يخترق المجال الجو الإيراني ويرجع سليم ولا يصوبها أي سوء إلا إذا كانت مصرحية متفق عليها ما بين كل الأطراف شوفنا الكلام ده ولما احنا جينا نحلل بمنطقية وعقلانية فجينا أن البعض هاجمنا أنتوا ليه بتدفع عن إيران إيران أساساً عاملة مصرحية وليس أدل على ذلك من أن الطيران رجع تاني وما لم يتم يمسوا بسوء ما هي حملة موجهة ورغم أن المتين صاروخ اللي وجهتهم إيران في العمق الإسرائيلي حققوا نتائج قوية جداً ووجعت إسرائيل بالفعل فجينا بأن برضو هناك هجوم أيضاً على دولة إيران أن الصواريخ كلها في شينج ولا تحمل أي متفجرات يعني هنا مشتوم وهنا مشتوم بينما الحقيقة أن دولة إيران أوجعت إسرائيل في الضربة الصاروخية بتاعتها ونجحت في أن هي تتصدى للضربة بتاعت الطيران الإسرائيلي وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زادة قال أن إنتاج الصواريخ في قلب إيران لم يشهد أي اطراب إسرائيل بتدعي أن هي وجهت ضربات قاتلة جداً لمصانع إنتاج الصواريخ قال إحنا مستمرين لم نتوقف وذكر الوزير لقد حاول العدو تدمير المنظومة الدفاعية والهجومية بتاعت إيران لكنه فشل لأن إحنا اتخذنا الإجراءات اللازمة وكنا على علم بالتحركات دي فاكرنا التصريحات بتاعت عباس عراجي وزير الخارجية الإيراني لما قال إن إحنا عرفنا من أحد الأطراف الخفية إن هناك تحركات من قبل إسرائيل وبالتالي استعدينا قبلها بحوالي 18 ساعة وقلنا إن الطرف الخفي في ضربة إيران وعملنا عنه حلقة قلنا إن الطرف الخفي ده هو روسيا ليه؟ تبادل معلوماتي تبادل استخباراتي صور معلومات عبر الأقمار الإصطناعية تم تقدمها للطرف الإيراني تم التنسيق بهذا الخصوص النتيجة إن إيران اتحركت على أفضل ما يكون النتيجة صباح اليوم التالي من الضربة بتاعت الطيران الإسرائيلي اللي تم إحبطها كان الشعب الإيراني موجود في كل الميدين متوجه لأعماله ومسمعش عن أي حاجة ثم بيقول ده اللي هو وزير الدفاع إذا تضرر شيء ما في المنظومة الدفاعية فقد تم استبداله على الفور في اليوم التالي فيه ضربات بس مش خساير ضربات على الهامش حدث ذلك في نفس التوقيت اللي توطرت العلاقات ما بين دولة إيران وما بين دولة ألمانيا المفترض جدلا لو إن دولة إيران ضعيفة وإنها بتعمل مصرحيات مع إسرائيل يبقى على الأقل تطبع العلاقات مع الدول الأوروبية إلا أن ذلك لم يحدث بالمرة حاليا بتمر العلاقات ما بين إيران وألمانيا بأسوأ مراحلها بعد إهداء بعد إعدام إيران مواطن إيراني بيحمل الجنسية الألمانية وده عمل أزمة كبيرة جدا ما بين إيران وألمانيا المواطن اللي تم إعدامه واللي إيران أعدمته ده قاد هجوم إرهابي على مسجد وده أصفر عن مقتل 14 شخص بريء بمن فيهم نساء وأطفال وأصيب أكتر من 200 شخص في الهجوم ده يعني واحد تسبب في قتل 14 واحد من بينهم نساء وأطفال وتسبب في إصابة 200 واحد زائد الخسائر الأخرى إزاي إن إيران تحكمه وتحكم عليه بالأعدام ده اسمه شغل تهريج إزاي إن إيران تجرؤ على ذلك ده مواطن إيراني بيحمل الجنسية الألمانية لا هو المواطنين بتوعنا يفجروا ويدمروا ويخربوا ويرتكبوا العمليات الإرهابية لكن لا يحقل أي دولة إن هي تحكمهم فهم على رأسهم ريشة طبعاً أنا لينة بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية انتقدت السلطات الإيرانية وقالت إن ده مرفوض إزاي إن كنت تعدمه أحد ألماني طبعاً وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي انتقدت تصريحات بتاعة وزيرة الخارجية الألمانية وقال ما فيش حاجة اسمها إنك انت تحمي إرهابي ما فيش إرهابي محصن من العقاب في قلب دولة إيران لا يوفر جواز الصفر الألماني إمكان الإفلات من العقاب لأي شخص ناهيك عن أنه إرهابي وقال هذا المواطن قاد بوضوح وبدون خجل هجوم إرهابي على مسجد مشيراً إلى أن الأدلة الكافية متاحة للجميع للتحقق منها لو سيادتك عاوزة تتأكد من أن كلامنا صحيح وتتأكد من الأدلة والوسائق والمستندات والبيانات الكاملة على أن الشخص ده تورد في هجوم إرهابي نتج عنه مقتل ومصرع 214 شخص غير الضمر والخراب اللي لحق بالمنطقة اتفضلوا اتطلعوا على البيانات والبيانات موجودة طبعاً فجئنا بأن هناك تجمعات وتظاهرات قدام الصفارة الإيرانية في قلب برلين وفي مدن أخرى وكان من بين المشاركين في هذا التجمع الاحتجاجي الممثلة الألمانية الإيرانية ياسمين طبطبائي والكاتبة دوزين تيكال ومنتجة الأفلام مينو براتي فيشر في حين تجمع حوالي 30 شخص قدام الصفارة في حي دالين ببرلين وكان بعضهم يحمل صور للشخص اللي تم أعدامه ايه دا يا جماعة في ايه؟ واحد ارتكب عملية إرهابية لا يحق الإيران أن هي تحكمه؟ ايه دا؟ هو ايه اللي بحصل؟ طبعاً حضراتكم بتتأكدوا من أن المظاهرات دي مفتعلة وأن ألمانيا هي اللي نظمتها وزنة الخارجية الألمانية أعلنت أن هي استدعت رئيس البأسة الدبلوماسية الإيرانية في برلين للاحتجاج على إعدام المواطن دا احتج السفير الألماني في طهران لدى وزير الخارجية الإيراني بقى شد العبارات على قتل البناء آدم دا طبعاً يعني لا تعليق أن دولة بتتصدى للإرهاب وبمجرد ما هي تحس بأي خطر من أي فئة أو من أي طائفة أو من أي جنسية بتعلن حالات الطوارئ وتعتقل للآلاف اللي هي دولة ألمانيا لكن مش من حق دولة إيران أن هي تحاكم واحد ارتكب عملية إرهابية رحضة حيطها 14 شهيد بينهم أطفال ونساء و200 جريح عمركم شفتوا بجاحة أكتر من كده السفير الإيراني لدى روسيا كازم جلالي قال إن بلاد ما هيشأ الآن من دول الجوار وإنما قلق بشأن تأثير نفوذ الأجانب في تلك البلدان وقال من خلال العلاقات الجيدة التي يمكن أن نقيمها مع جيراننا يمكننا منع نفوذ الأجانب عن المنطقة بتاعتنا كلها وقال إن وجود الأجانب في البلدان المجورة أمر قد يؤدي إلى تعقيد العلاقات وبالأساس تسعى الدول الغربية إلى دفع التطورات نحو مصالحها الخاصة من خلال التدخل في الوضع الداخلي لدول المنطقة يعني وجود القوى الغربية ودول أجنبية فوق أراضي المنطقة هذا يعمل على تحطم العلاقة ما بين إيران ودول المنطقة العربية لكن الوضع الأمثل هو أن نفكر مع بعضنا البعض وإذا كان لدينا خلافات يجب أن نحلها بالأليات الداخلية للعلاقات ما بين دول المنطقة وعدم السماح للدول الأجنبية بالتدخل في شؤننا أو في علاقتنا مع دول الجوار دعوة إيرانية من أجل توطيض العلاقات مع دول المنطقة العربية يخوانا ما ينفعش أن نحن نوسط دول أجنبية في أي مشاكل بنا وبين بعضينا لو هناك ثمت مشاكل أو توطرات في العلاقة بنا وبين بعضينا يبعى على الأقل نتقارب مع بعضينا ونحاول بقدر الإمكان أن نحن نحل المشاكل بتاعتنا بشكل جيد بعيدا عن أي تدخلات غربية طهران إسرائيل نفذت هجوما ضدنا عبر ممر أمريكي إيران لا ألمانيا جوازكم لا يمنح الحصانة لأحد إيران هجوم إسرائيل لم يؤثر على إنتاجنا من الصواريخ سفر إيران لدى روسيا طهران لاست قلقة من جرانها وإنما من تأثير نفوذ الأجانب في البلدان المجاورة تقرير إيران ستهاجم إسرائيل برد نهاء ومؤلم ربما قبل الانتخابات الأمريكية إيران تتوعد برد حاسم ومؤلم على إسرائيل قبل الانتخابات الأمريكية طبعا دولة إيران بتعمل على قدم وسق من أجل تطويض العلاقات بتاعتها مع دول المنطقة العربية ونجحت في ذلك لعل أقرب مثال على ذلك الجولة المكوكية اللي أم بيها عباس عرق وزير الخارجية الإيراني مع دول المنطقة العربية اللي تفهموا الوضع بشكل كويس جدا ويقدم لهم رجاء وتحذير يمنع منعا بدا استخدام الأجواء بتاعتكم من أجل مرور الطيران الإسرائيلي لتوجيه ضربة لإيران لو حصل الكلام ده هنزعل ونتحاسب مع بعضينا تفهمت دول المنطقة العربية تقاربت مع دولة إيران بالفعل قررت أن هي تتضامن مع الطرف الإيراني في مواجهة الضربة الإسرائيلية الفترة القادمة هتشهد تطورات غير عادية في العلاقات المتبادلة ما بين الطرفين ما بين إيران والمنطقة العربية هو أنا مش قلت لحضراتكم قبل كذا إني من مصلحة دول المنطقة التقارب مع إيران وفجئنا بهجوم شديد والبعض بيقول يا شيعي يا مجوسي يا رافضي أنت زينا كنت تدفع عن إيران يا أخواننا ده مش دفع عن إيران إنما هو تقرير للواقع أنت في مرحلة فارقة في تاريخ البشرية بيعد فيها ترتيب أوراق المنطقة بطريقة غير مسبوقة لو سيادتك لو لم تتقارب مع الأقرب إليك هتتفرم تحت الرجلين الدول العربية وقت الدرس دولة إيران كذلك بدأت تقارب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر